مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع حالة ماطرة واسعة النطاق في أجزاء تشمل أغلب مناطق المملكة بإذن الله وهناك أمطار رعدية وبرد وأيضا هناك أترب مطارة بفعل الرياح الشديد أحيانا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مشاهدينا فاصل ونواصل أما القراءة التي تمثل أماكن الهطول في المملكة بنلاحظ أنه ليلة السبت على الأحد هناك هطولات تشمل المناطق الغربية من المملكة والجنوبية الغربية وأيضا منطقة بريدة وحائل والقسيم وأيضا حول المدينة أو شرق المدينة المنورة وأيضا حول مكة المكرمة تزداد فرص الهطول صباح يوم الأحد في المناطق الغربية في مكة المكرمة تشمل والطائف والباحة وأيضا منطقة جازان وأبهى ونجران والمناطق الجنوبية الغربية وأيضا غرب الرياض وبريدة وحائل والقسيم وتنتشر تدريجيا تنتشر الأمطار وتصبح أكثر غزارة وأكثر شدة يوم الأحد قبل الظهر وأثناء الظهر ومع بعض الظهر وتكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه تقترب من الرياض وتشمل الرياض تدريجيا وتدريجيا تشمل حفر الباطن ورفحاء وسكاكة وطبعا حائل وبريدة والقسيم وأيضا مكة المكرمة وغزيرة أيضا في منطقة الباحة وأبهى وجازان هذه الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والبرد والرعد غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث الفيضانات وحتى يوم الأحد مساء تكون غزيرة أيضا في منطقة الرياض وبريدة وحفر الباطن والمناطق الشمالية وتشمل أيضا هذه الأمطار المناطق الشمالية من المملكة والغربية بما فيها المدينة ومكة وطائف وأبهى وجازان ونجران هذه الأمطار غزيرة تؤدي زي ما حكينا إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول في الأماكن المنخفضة وحدوث بعض الفيضانات أيضا وبتستمر هذه الوضعية حتى يوم الاثنين يوم الاثنين تشمل الرياض وبريدة وتنتقل يوم الاثنين للتلاحة على الاثنين ويوم الاثنين لتشمل أيضا المناطق الشرقية من المملكة وهذا النظام الجوي وهذه الغيوم والأمطار الغزيرة تتحرك تدريجيا إلى الشرق وتشمل أيضا لاحقا يوم الاثنين منطقة الإحساء وبتكون غزيرة أيضا في كثير من المناطق الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض هذه الليلة أجواء تقريبا لطيفة من حيث درجات الحرارة تظهر بعض السحب الحرارة المتوقعة في الرياض 18 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا هناك زخات رعدية من المطر والعظمى 27 وصورة 19 وأيضا يوم الاثنين أجواء غائمة وماطرة هناك زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحيانا قاصة يوم الأحد ويوم الاثنين على كثير من مناطق في الرياض تؤدي إلى ارتفاع من سوب المياه وأيضا جريان السيود العظمى المتوقعة يوم الاثنين 27 والصورة 18 يوم الثلاثة أجواء مشمسة في الرياض ارتفاع على درجات الحرارة أجواء معتدلة نهارا العظمى 29 ولطيفة ليلا والصورة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اسكاك الأجواء غائمة وماطرة زخات رعدية من المطر 24-14 عرعر غائمة جزئيا وزخات رعدية من مطر 24-13 تبوغ غائمة جزئيا 28-14 درجة مئوية أما المناطق الغربية أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول وأيضا ارتفاع منسوب المياه المدينة المنورة 29-18 جدة 30-23 مكة المكرمة 31-21 الطائف 22 إلى 15 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة وزخات رعدية من مطر في الباحة وأبهة وأيضا فطرات متقطعة في جازان الأمطار تكون رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول الباحة 15-13 أبهة 17-13 جازان 31 إلى 25 درجة مئوية أما المناطق الشرقية من المملكة الدمام 29-22 غائمة جزئيا ولكن يوم الاثنين إن شاء الله في زخات رعدية من المطر حفظ الباطن أجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر 23-15 والإحساء غائمة جزئيا 29 إلى 20 درجة مئوية أما المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر الأمطار تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد الحائل 18-12 العظمى والصغرى 12 درجة لكن بريدة العظمى 20 والصغرى 15 مع زخات رعدية من المطر الرياض أيضا أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية مشاهدينا نرجو للجميع السلامة شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله ولكم أجمل تحية من طبس العرب اشتركوا في القناة